السلام عليكم أيها الأحبة اعتاد الناس أن يخرجوا إلى البر للتنزه وتغير الجو وللمتعة حتى يرتاحوا من صخب المدن وضجيجها وزحامها وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو إلى السلاع أي يرتاد البر وقال خذوا يا بني أرفد حتى يعلم اليهود أن في ديننا فسحة فإذا توجهت إلى البر مع عائلتك مع زوجتك مع أبنائك مع من تحب تذكر أن تحسن نيتك فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات ويقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي إذا أحسنت نيتك حصلت على أجر عظيم وثواب كريم وأنت في هذه المتعة وأنت في هذا الأنس وإن الرجل ليحصل على الأجر في اللقمة يضعها في فم امرأته إذا أحسن نيته